صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه ثابت ابن قيس هذا الصحابي كان صوته صوته العادي مرتفع حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحياناً يستخدمه في بعض رسائله لإيصال الصوت للناس صوته مرتفع دائماً جهوري الصوت وكان من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام احتبس جلس في بيته وكان يبكي فسأله الناس ما بالك قال أخاف أن أكون من أهل النار قالوا ولماذا قال نزلت آيات أخشى أن أكون أنا المعني فيها أي آيات قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم شوف القلوب الهشة القلوب اللينة قلوب الرقيقة اللي الآية تأثر فيهم على طول أنا رفعت صوتي عند الرسول خلاص أنا صار فيني هذا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بما قاله ثابت ابن قيس قال أخبروه أنه من أهل الجنة الله رجل يمشي على الأرض وهو من أهل الجنة مبشر تمر السنون ويأتي عهد أبي بكر ويحصل ما حصل من ردة الناس وفي معركة اليمامة كان ثابت ابن قيس يقاتل فإذا به مع سالم مولى أبي حذيفة اشتد القتال مع المرتدين فقال ثابت ابن قيس لسالم قال ما كذا كنا نقاتل مع رسول الله هذا مو قتالنا الأول قال ما تقول يقول فحفر حفرة لأنفسهما عشان ما يتراجعون ثابت وسالم مولى أبي حذيفة فأخذ يقاتلان حتى استشهد رضي الله عنهما هو من أهل الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي كثير من المحدثين أيب السختياني الإمام مالك وغيره كانوا إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عندهم ما أحد يرفع صوته يتأولون الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي هكذا يفهمون الآية طيب النفس السلام مات مات إذا ذكر حديثة واحد قال قال رسول الله اسكت لا ترفع صوتك استمع بل كانوا يفهمون مسجد النبي بعد موته دام أنه موجود هو ميت لكنه قبره عند هذا المسجد ما ترفع صوتك داخل مسجدة وكاد عمر أن يضرب اثنين ضربا لأنه سمعهما يرفعان أصواتهما داخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله لكن لأنهم كانوا غرب من الطايف جايين سكت عمر رضي الله عنه عنهما هكذا كانوا يفهمون هذه الآية ترجمة نانسي قنقر